السلام عليكم كديري اللبس عليكم كانت مني يلقاكم هذا الفيديو فئتها مصحة والعفية محباب بكم في قناة نزال بحيح الدمناتية اول حاجة كان رحب المتتبعين ديلي جداد والقدام محباب بيكمه الف الف مرحبة اليوم فيديو جديد مع وصفة جديدة اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقة تحضير بطبوط او ميني بطبوط بثلاث الحشوات اللي كي يجي وراء عين البنات والدات بزاف بزاف الصراحة كيستحق انكم تجربوه كانت مني عجبكم الفيديو ديليومه الا عجبكم فما تنسونيش باللايك وبالبرتاج وما تنسوش كداليك تخليوا ليشي تعليق زوين بحالكم وداباق بلا منطواليكم قووا معي باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله اول حاجة غنوجدو ميني بطبوط ديان اول اول كنحتاجو لي جوز زلايف ديالدقيق الفينو مايو عاديل خمسمائة قرام كنغرب لهم زيان وكنحتاجو كدالك زلافة ديالدقيق الابيض مايو عاديل ميتين وخمسين قرام وغنضيف عليهم معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال عجين ومعلقة كبيرة ديال سكر سانيدا كنخلطوهم وغنجمعها بالمدافي هنا البنت غنعبر معاكم بالكس ديالعنبا كما كتشوفو ضفت الكس اللول وهذا الكس تاني وانا كنحاول نجمع لجينة انتوما ودابا الكس تالت كما كتشوفو هنا البنت عبرت معاكم بالكسان على حسب المبتدئات لأول مرة بغي عجنو وما كيعرفوش الكيمية ديال الماء داكشي علاش عبرت معاكم بالكس ودابا بغنضيف الكس الرابع كنضيفوه بالتدريج انتوما ضروري لبنت العجينة ديالكم تكون مرخوفة في الاول باش ما تعدبكمش وتشد لكم الوقت بزف انا ما بغيش نعجنو في العجانة غير باش تستفدوا من طريقة ديال العجين ديالي وانتوما الى ما بغيتوش تعجنو بيديكم ممكن تستعملوا العجانة انتوما كما كتشوفو كنحاولو ندلقوها بحالة شكلاقة وحنا كنضيفو الما شوية بشوية انتوما كما كتشوفو هنايا ما سرعتش الفيديو غير باش شوفو كيفاش كندير وكنتمنى تشجعوني وديروا لي اللايك والله يجنسيكم باخير والله يجعلو في ميزان حسناتيكم وفي الاخير كندير معلقة صغيرة ديال الملحة مل احسن البلد تخليوا الملحة حتى الاخير باش ضغية تخمر ليكم العجينة انا كنديرا الطريقة هادي ديال واليدة ديالي اللي يحفظها لي وطريقة اللي كيديرو ناس زمن كما كتشوفو كنجنو حتى كنحس بالعجينة كترطق وهنا كما كتشوفو كنستعمل الكف ديالي باش ندلكها مزيان عندما وانا كنزيد الماء كما كتشوفو باقي ما كمتش الكسر رابع كنتمنى ماجيكم شل فيديو مميل سافي كنسمرها حتى كندلكها مزيان مزيان وبقوا معايا حتى ناا نكملو ونخلي يختامر ونقرسو ونطيبو وغنوريكم ان شاء الله طريقة الاحتفاظ به في المجميد انتوا كما كتشوفو كنضيف الماء شوية بشوية إلا ما بغيتوش تجيروا هاد الكيمية كتيرة ممكن تجيروا نصف المقادير مثلا غتجيروا زلافة دقيقة فينو وكاس ديال العنبة ومعلقة صغيرة ومعلقة صغيرة ومعلقة معامرش ديال الملحة سوف نزيد لها غير شوية ديال الماء ما كملتش الكاس الرابع كنتمنى تجيروا لي اللايك كأن اللايك هو اللي كيطلع الفيديو وكيقترحوا اليوتيوب على الناس وحتى انتم تجيروا الأجر معايا اللي يجعلوا في ميزان حسناتكم هنا كنوريكم يديا بأن العجينة ما لاسقش لي في ديال وخاية جارية لأنني كما كتشوفوا كنعجن بالخفة ما ترخيوش يديكم وانتم ما كتعجنوا خسكم تتعجنوا بسرعة بحالات شكلاكة باش ما تلسقليكم مش في ديكم كنحسوا بيها مرخوفة كما كتشوفوا وفي الآخر كناخدوا واحد الإناء أو واحد البول وكندهنوا بشوية ديال الزيت زيتون وكنوضع في لاجينة ديالي كما كتشوفوا انتما انتما كما كتشوفوا الفوقاعد هذا دليل بأن اللاجينة ناجحة ومن بعد غنغطيوها بلاستيك غدائي وغنخليوها تختامر تقريبا واحد 15 دقيقة ما كملاش لأن الجو سخون ومن بعد غنغطيها بواحد المينديل ونخليها جانبا انتما اللبنات كما كتشوفوا من بعد ما اختمرت العجينة ديالي والضعف الحجم ديالها دبا غنحيد لاد البلاستيك هذا انتما كما كتشوفوا نخلي من هذا الهواء هذا انتما البنت ما شاء الله من فشفشا كما كتشوفوا دير الفوقاعد هذا دليل بأن العجينة مجونة مزيان سوف يغنحيدها من هذا اللبول ودابا غنحطها في سطح العمل من بعد ما دهنتو بشوية ديال زيت الزيتون انتما العجينة كتكون مطاطية كما كتشوفوا سوف يدابا غنقطع منها دابا غريصات يكونوا صغر والحجم البنت ديال القريصات كيبقى على حسب الاختيار ديالكم بغيتوهم يكونوا كبار بزيف ولا صغار بزيف ولا متوسطين ولا ممكن تخرجوا منو حتى البتبوت انتما كما كتشوفوا انا كنديروهم شوية متوسطين ما صغرش بزيف سوف يكون سمر عكا حتى كنكملهم كاملي كما كتشوفوا انتما البنات كما كتشوفوا من بعد ما كملتهم كاملي اغتيتهم بالبلاستيكة ضروري تغطيهم باش ما يديروش ديك القشرة من الفوق ودابا غندوسو باش نقرسوهم هنا كناخد شوية ديال دقيق الفينو او ممكن تقرسو بسميدة رقيقة وكنقرسوهم اكاية هنا كما كتشوفوا بدتهم متوسطين سوف يكون سمر عكا حتى كنقرسوهم كاملي بحال هاتي شكلاقة انتما البنات من بعد ما قرسهم واخطيتهم بواحد المين ديال باش يختمروا غيش ويا حول البنات ما تخليهم مش يختمروا بزيف لحقاشي لا اختمروا بزيف ما غدش شي شي تنفخوليكم في الطياب هنا كما كتشوفوا اعطاني واحد الكيمية لا بأسة بيها كينا هاد الكيمية وكينا واحدة اخرى قدرتها في اللاطة وده بغا ندوزو باش نطيبوهم هنا خديت نقلة ديالي وشعلت علي البوطة حتى تسخنت مزيان ووضعت فيها البطبيطات الجاولي كما كتشوفوا خليتهم غير ينشفوا ضروري البنات تخليهم غير ينشفوا ومن بعد تقلبوهم هاد المرحلة مهمة البنات في الاول كتديرهم غير ينشفوا ومن بعد كتقلبوهم ومرة مرة كتقلبوهم انتم كما كتشوفوا كما كتشوفوا قاعد تنفخوا هنا البنات استعملت جوج مقالي باش ضغيان نسر بيهم صافين اللي طابت كنحيدوها وعود تاني كنديرو حدا اخرين هاد المرحلة هاد المرحلة كما كتشوفوا ما شاء الله قاعد تنفخوا كما كتلكم غير ما تخليوهم مش هتتفوت فيهم الخميرة صافي كان صامر راكحتين نكملهم كاملين ومن بعد غن دوزو باش نوريكم بطريقة دي الاحتفاد ديالهم والباقي غنعمرهم هانتوما البنات كما كتشوفوا من بعد ما طيبتهم كاملين هانتوما كيجو خفافة البنات ومفشفشين كما كتشوفوا هانتوما صافي دابة هنا غناخد بلاستيك غدائي وغنوضعوا فيه الكيمية اللي بغيت وغنغطيهم مزيان وهنا البنات ممكن تديرهم في بلاستيك غدائي ومن بعد نديرهم في العلاب اللي كيدخلوا المجميد ولا ممكن كما كتلكم في الاول تديروا الكيمية اللي بغيتوا باش تعمرهم بلا ما تكتروا العجينة هانتوما البنات كما كتشوفوا من بعد ما وجدت واحد الكيمية وباقي عندي كيمية اخرى غنخليهم حتى نعمرهم معكم ودابة غنبزو باش نوجدوا الحشوات في ثلاثة في الحشوة اللي اولا كنحتاجوا لها صدر ديال ديك الرومي او صدر الدجاج اللي خديته ووصلتم زيان بالملحة وبالحامض وقطعتوا قطعة صغيرة كما كتشوفوا قطعة متوسطة ما يكونش صغر بزاف وما يكونش كبار وهنا ضفت عليهم راس المعلقة ديال البزار وشوية ديال التحميرة وشوية ديال الخرقوم وشوية ديال الملحة حاولوا ما تكترواش الملحة لانه باقي غنضيفوا مكوينة خرين ملحي وكنحتاجوا كذلك جيش فصوص ديال تومة غنحكو مكا بالحكاكا اللي ممكن تعودوها تومة بودرة يلا متوفرة عندكم انا متوفرة عندي ولكن بغيت نستعمل تومة هادي ترية وغنضيف عليهم واحد المعلقة صغيرة ديال الموطرد هناك ما كتشوفوا معلقة ما عمرتاش مزيين لكشي على جزء واحد شوية وغنعصر عليهم نصف حامضة او ليمونة واحد راس المعلقة صغيرة ديال الهريسة على حسب وش كتبغيوا الحرور او للا ونسيت ما تكرش معاكم الكمية ديال صدر ديال لدند او ديال الدجاج هنا عندي تقريبا ميتين جرام وكتبقى الكمية على حسب الرغبة ديالكم ولا على حسب الاشخاص وممكن تحسبو انتم ما قاعدوك طريفة كما درت انايا را تقريبا را خرجوا لواحد كيمية لا بأس بها هنا البنات كما كتشوفوا خلطهم زيان ولا ممكن تستعملوا ايديكم وده بغنضوزو باش نغطيهم بواحد البلاستيكا وغنخليهم يترقدو هنا البنات خلطهم انايا تقريبا ثلاثة دسواع الى كان ممكن تخليهم ليلة كاملة من الاحسن باش يجيوا افتيين ويلا كنتم مزروبين على الاقل تخليهم ساعة وفا اثناء البنات مش يدر تشغلي وقد ديت الخضرات ديال الحوش والتانية من بعد ما قددت ثلاثة دسواع وده بغنضوزو باش نطيبوهم هنا خديت المقلة وضعت فيها شوية ديال زيت المائدة وشوية ديال زيت الزيتون واندوزو باش نقليهم كنوضعوه مكة في المقيلة كنخليهم يتحرهم زيانة البنات على نار تكون جاهدة واحد شوية باش ميتلقوش ليا بزاف ديال الماء وباش يجيوا محمرين انتم كيم ما كتشوفو مرة مرة كنحركوهم بحالة شكلاكة وكنقلبوهم صفينايا كنخليهم كيم ما كتلكم حتيت يتحروا واحد شوية هم رضغي كيطيبو خصوصا فاش خلينهم يترقضو وضفنا اليوم الحامض هنتما البنات هنا يا كنقلبوهم لقيتهم طابو صفي في الاخير غنزيد واحد معلقة كبيرة ديال سويا سوس أو سوس سوجا صفي كنخليهم حتى تشرب ديك لاصوس وكيجيوا خاترين هنتما صفي ده بغنخليهم جانبا وغندوزو باش نوجدو الحشوة الثانية هاد الحشوة البنات حشوة باردة كنحتاجوا ليها واحد زلفة ديال الخص اللي خديته وغسلته مزيان مزيان من الماء ورقته في الماء خليته حتى تلقى داك ترابلي فيه ومن بعد نشفتو وقطعتو قطاع صغيرة كما كتشوفو وغنضيف علي جوج جزارات اللي حكيتهم بحالة شكلك كما كتشوفو وغنضيف عليهم المييز تقريبا زلفة صغيرة ديال المييز أو العلبة ديال المييز وغنضيف عليهم جوج بيضات اللي سلقتهم وقطعتهم مربعات صغيرة كما كتشوفو ممكن تحكوهم في الحكاكة وهاد الكيمية البنات ديال الحشوة ممكن تضعفوها أنا غير داك تلتد الأنواع ديال الحشوة داك شي علاش ما كترتهاش وغنضيف عليهم زيتون مقطع بحالة شكلكة كما كتشوفو وغنضيف عليهم الكاشير أو لانشون أو مورتا ديالاك ووحدة شكيسميه هدا اللي بنات قديته في الدار هدا صنع منزلي نحسن من الجاهز رغا تلقاوه في الفيديو اللي قبل من هدا وغضي نحط لكم الرا بيديلو في صندق الوصف كيجي رائع على البنات كيجي ولا أرواع صراحة وخنشكروا ما غاديش صدقوني حتى تجربوه لانه واحد المداق حسن نحسن من الجاهز كما قلت لكم كنتمنى تجربوه لانه كيستحق تجريبة ها واحد، وغضي نحق كيجي وغضي ننفيعوكهم، وهادlaughing الكاشير إلى قريبا جلس عدي عشر يى مخصر موالو درتو في تلاجة وكندير منو مخصرش قد ديت منو جوج انواع كينادنوعو كيناخرب بالصدر ديل الدجاج كيما كتلكم غنحطو لكم صندوق الوصف هنا كيما كتشوفو حكيتو في الحكاكة وغنضيف عليهم الميونيز حتى هو قد ديتو في الدار كنضيف منو جوج مع القبار هنا غنزيد واحد شوية وغنزيد عليهم تقريبا مع القا ديال زيت الزيتون او زيت المائدة وتقريبا مع القا صغيرة ديال الخل هنا استعملت الخل الابيض واحد رسل مع القا ديال البزار وراسل مع القا ديال الملحة ما تكتلوش المحالب النات لان الميونيز فيه الملحة وغنضيف عليهم واحد العلبة ديال التونة او الطون كنصفي منو جيك الزيت اللي كتكون فيه وكنضيفوه وهنا البنات اللي بغيتو توجدو الحشوة البكري من الاحسن ما تديروش المايونيز وما تديروش الطون وما تديروش الملحة هكا باش ما تلقش لكم الماء ديالها حتى تبغيو تعمروهم عضيفو دوك المكوينات اللي تكرت معاكم وحتى لخلى البنات عندكم تنساو حتى وما ما تديروش صافي انتو ما كما كتشوفو دا بغا ندوزو باش نوجدو الحشوة التالتة وكا نحتاجو فيها اللبصلة هنا عندي اللبصلة الخضارية اللي خديت وقطعتها رقيقة كما كتشوفو الى ما مطفرتش عندكم ممكن تستعملوا اللبصلة اللي كان طيبو بها العادية وضعتها في المقلة وشالت عليها البوطة وضفت عليها معي القادية لزيت الزيتون ومعي القادية لزيت المائدة وخليتها تتحرت واحد شوية ومن بعد ضفت عليها الفلفلة خضرة مقطعة قطعة صغيرة وفلفلة حد ما رحت هي قطعتها قطعة صغيرة صافيك نحركوهم وغنخليهم يتتحروا واحد شوية ومن بعد غنضيف عليهم الكفتة هنا عندي تقريبا 250 جرام ديال الكفتة هنا انا استعملت الكفتة ديال لدن ممكن تعودوها بصدر ديال الدجاج او الكفتة البقري او البقري او ديال العجل كواحدة شكي يسميها ولا ممكن تديرو الطون الحشوة اختيارية البند وغنضيف عليهم واحد الجزارة كبيرة اللي حكيتها كما كتشوفو واحد كورجيطة تي حكيتها في الحكاكة كما كتشوفو صافيهنا غنخليهم يتشحروا من بعد ما تشحروا ده بغنضيف عليهم العطرية هنا عندي راس المعلقة ديال الملحة وشوية ديال البزار وشوية ديال التحميرة او البابريكا وشوية ديال الخرقوم وشوية ديال سكنجبير واحد شوية ديال تومى بودرة اللي ممكن تعودوها بتومى عادية او تومى طرية من بعد ما تشحروا مزيان كيما كتشوفو هنا اضفت جوش فرماجات من ثلثين اللي ممكن تعودوهم بالفرماج الحمر اللي كيعطيوا واحد تعليكة اللي حوشوة ديالنا وفي الاخير نضيف زيتون مقطع وقزبرو مع دنوس مفرومين صافية من بعد نخليها تبرد جانبا وغاندوزو باش نعمروهم هنا البنات غالب داوب الحوشوة البريدة هنا غنزيد لها شوية ديال فرماج محكوك يلا ما توفرش عندكم ممكن تستغنوا عليه ودا بغاندوزو باش نعمروهم هنا كناخد البطبيطات ديالي او ميني بطبوط كان قطعوكة بالمقص وحاولوا البنات تحلوهم غير شوية بحالات شكلهاكة انتوما هادو الخرين قاديتهم صافية بغاندوزو باش نعمروهم هنا البنات كيما كتلكم هنا عندي البطبوط ديالي كبير واحد شوية او ميني بطبوط درت فيهم ثلاثة المعالق ديال الحوشوة انتوما يلادتوهم صغرة غادي تزلكو مغير معلقة وحدة كبيرة صافية نعمروهم كاملين ودابا غنزو الحوشوة اللي درنا ديال صدر لادان او طريفة ديال لادان غنحتاجو لها الخص وغنحتاجو دوائر ديال الطماطم والفرماج ديال الصندويتش وغنحتاجو كذلك الكورنيشو الا ما تفرش عندكو ممكن تستغنو عليه وغنحتاجو كذلك المايونيز هنا البنات ممكن تستعملو المايونيز ولا ممكن تستعملو لصوص الجيريان ولا تستعملو الكيتشوب كناخد الفرماج وكنقطعوه مستطيلات او متلتات ويلا ده تتول بطبوط صغير انا ممكن تديروه مربعة صغيرة نعمروه ودابا غنزو باش نعمروهم هنه كناخد البطبوط ديالي وكنوضع واحد معلقة ديالا مايونيز هو الاول باش ميجيش لنا البطبوط ناشف وغنزيد عليه الخص بحالة شكلكا مقطع قطع صغيرة وكنوضع عليهم مطيشة دواور والفرماج اللي قطعناه بحالة شكلكا وفي الاخير غنزيد طيفات ديال لدان ديالنا هناك ماكتشوفو درتهم كبارة دكشي علاش باش ما نبقاش نزيد كل مره نزيد جوجو وفي الاخير غنزيد الكورنيشو اللي ممكن تديروه في بلاستو الزيتون خضر مقطع ولا ممكن تزينوه حتى باز زيتون اسود صافي كان سمر هكا حتى نكملهم كاملين ومن بعد غنزل الحشوة التالتة والاخيرة هاد الحشوة اللي بنات كان عمرها في البطبوط وهي باقة سخونة ولا ممكن توجدو اللي بتبوط ديالكم وتوجدو الحشوة حتى تبغيوا تقدموهم عاد ممكن تخنو الحشوة وتعمروهم من بعد ما عمرتها كما كتشوفو كان زينها بالفرماج من الفوق وكيبقى الفرماج اختياري ممكن تضيفوه ولا ممكن تخليوهم غير هكاك وادوش شكل نهائي ديال ميني بتبوط ديالنا كما كتشوفو كيجيو بحالات شكلهاكوك كيجيو البندت روعة روعة كيجيو خطيرين في الماداق كيجيو لداد لداد بزف مشهيدكم صراحة كنتمنى تجربوهم وكنتمنى اجيكم الفيديو دياليوما الاعجبكم فما تنسونيش باللايك وبالبرتاج وما تنسوش كدلك تخليو ليش يتعليق زوين بحالكم وده بغا نخليكم الى اللقاء في فيديو جديد مع وصفة جديدة دمتم في رأيات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته